صاحب حفرة صدام يخرج عن صمته قال علاء بهدوء وعيناه مملؤتان بالفخر ان الذي حفرت له الحفرة التي يعرفها العالم باسم حفرة العنكبوت والتي كانت غرفة صغيرة تحت الارض في مزرعة علاء حيث عثرت القوات الامريكية على الرئيس العراقي السابق صدام حسين في الثالث عشر من ديسمبر لعام 2003 نادرا ما يتحدث علاء نامق البلغ من العمر 41 عاما واخوه قيس علنا عن الطريقة التي ساعد بها في اخفاء اكثر الهاربين المطلوبين في العالم قرابة تسعة اشهر في اعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة الامريكية على البلاد حسب صحيفة الشرق الاوسط واضف علاء جاء الهنا وطلب منا ان نساعده فوافقت وقال لنا انكم قد تتعرضون للاسل والتعذيب لكن عاداتنا العربية والشريعة الاسلامية تحثنا على مساعدة من طلب منا العون وكان صدام يقرأ بغزارة الشعر والنثر وقد تم مصادرة كتاباته من قبل القوات الامريكية التي اعتقلته حسب علاء نامق ولد صدام في قرية قريبة من تكريت الى الشمال من هذه البلدة الصغيرة الواقعة على ضفاف نهر الفرات وعندما كان الجيش الامريكي يبحث عنه كانت هناك قناعة بانه سيبحث عن مأوى بين ابناء عشيرته في تكريت بين بساتين اشجار النخيل والبرتقال والكمثر الوارفة يؤكد علاء انه وشقيقه قيس تعرض للاعتقال مع صدام حسين وانه قضى ستة اشهر يائسة في سجن ابو غريب وكان علاء يعمل سائقا ومساعدا لصدام حسين ثم قضى السنوات القليلة الاخيرة سائقا لسيارة اجرى حتى تمكن في النهاية من توفير بعض المال لافتتاح مطعم قبل اسابيع قليلة يصير علاء على الاحتفاظ بكثير من التفاصيل لنفسه الى ان يأتي اليوم الذي سيبوح فيه عن كل ما حدث معه وربما يكتب كتابا او فيلما سينمائيا ساعدت عائلة علاء في نقل صدام حسين بين منازل عدة في المنطقة منذ الغزو الامريكي في مارس عام 2003 وحتى تعرضه للأسرة وقال علاء ان صدام حسين لم يستخدم هاتفا لانه يعلم يقينا ان الامريكيين كانوا يتنستون على الاتصالات بحثا عن صوته ويضيف نامق ان صدام حسين كتب الى زوجته وبناته لكنه لم يرهم على الاطلاق وكان زائراه الوحيدان هما ابناه عدي وقصي ضمن زيارة سرية اعدها لهما الى المزرعة وعن الخطب الكثيرة التي سجلها صدام لحف مؤيده على قتال الامريكان يقول علاء تم تسجيلها على جهاز تسجيل صغير ولعلمه بان الامريكيين سيحللون تسجيلاته بحثا عن ادلة تقودهم الى مخبأه كان نامق يقود السيارة عشرة كيلو مترات الى مدينة سمراء ويقف على جانب الطريق ليسجل صوت المرور ليشعر الامريكيين بالحيرة والارتباك وبرغم اعدام صدام شنقا عام 2006 لا يزال نامق يحمل تقديرا كبيرا لصدام حسين ويقول ان صدام يعلم انه سيؤسر ويعدم يوما ما كان في داخله يعرف ان كل شيء قد ضاع وانه لم يعد رئيسا ونقل خليل الدليمي محام صدام حسين عن الرئيس السابق في كتابه الذي نشره عام 2009 نقل قوله انه كان يعرف عائلة نامق منذ عام 1959 وانهم ساعدوه على الاختباء ومنذ ذلك الحين تحولت عائلة نامق الى شابيهم بأسرة ملكية في الدور لإيوائهم رجلا قبليا لا يزال يحظى بكثير من الحب هناك ودفن صدام حسين بالقرب من قرية العوجة مسقط رأسه لكن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي امر باغلاق منطقة قبر صدام امام العامة حتى لا يتحول قبره الى ضريح نتيجة الشعبية التي لا يزال يتمتع بها صدام وفي المزرعة التي اسر فيها صدام تم التغطية حفرة العنكبوت الموجودة اسفل نخلة بقبة خرسانية بطول اربعة اقدام غير واضحة الى حد كبير تحت اقفاص مليئة بالحمام والببغاوات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة